شكرا يا زملاء سمعيني جوا ام واقل طبعا مش عارف ايه اللي انا ممكن اقوله بعد كل الكلام الجميل يعني اللي احنا سمعناه من رفاق ملاطبين ومن نقابيين مخلصين عرفتهم لسنوات طويلة بس انا احاول كده ان انا اتكلم على كام حاجة سريعة اول حاجة ان عمينا جمال عويضة كان بيتكلم حوالين ارتحام موظفين الدراج العقارية بمركز دراسات الاشتراكية في بداية المعركة بتاعتهم وهو وصف كده توصيف لطيف يعني كان بيقول ان احنا كنا زي الطفل وكان محتاج رعاية وحنان واحنا كنا بناخد بايديه هو انا شايف ان التوصيف ده على قد ما هو لطيف على قد ما برضه ومش دقيب لان لما برضه كنت باتكلم فيه مع عمي جمال قبل ما نبدأ النادوة هنا او الافتتاح ان انتو ما تتخيلوش قد ايه الاشتراكيين اتعلموا من العمال بغض النظر على ايه النظريات اللي كانت موجودة في دماغنا قبل انفجار موجة الاضرابات الموجودة دي انا لا يمكن مثلا حنسة يناير 2007 كان اول مرة في حياتي قابل عم كمال فيومي كان الكلام ده في شوبرا المظلاط كانوا هم لسه كاسبين الاضراب بتاعهم في ديسمبر وكانوا نازلين في غزل المحلة وكانوا نازلين على شوبرا المظلاط عشان يقبلوا سعيد الجهري رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عشان بيطلبوا منه سحب الثقة من اللجنة النقابية الصفرة اللي كانت موجودة واليوم ده كان 30 يناير تقريبا لما نزلته ده كان نقطة التحول اللي احنا دايما بنتكلم عليها في معركة النقابات المستقلة اللي كللها بالنجاح وضرب الضربة الاولى كانوا موظفين الضربة العقرية في ديسمبر 2008 انا فاكر في يناير 2007 واحنا نازلين وكنا قاعدين في الاجتماع ده وانا كنت متواجد فيه وبعض النشطاء والزملاء التانيين الصحفيين وسعيد الجهري طلع وبص كده للعمال وقال لهم انتوا اصلا مش من حقوقوا تطلبوا اي حاجة انتوا شركة بتخسر فانتوا اصلا انتوا ملكوش وشة اصلا انتوا يجوا تطلبوا مننا اي حاجة انا فاكر يومها عم كمال الفيومي وقف انا كنتش عارفه سعيدة ولقيت واحد بيزقر كده زي الاسد وبيقول له انا عامل انت اديتني خطة انتاج اديتها لك انت بقى مش عارف تسوق الانتاج ده بعد كده دي مشكلتك انت مش مشكلت انا دي مشكلت ادارة مش مشكلت انا انا ساعتها كنت قاعد افكر وبقول الراجل اللي قدامي ده ضمر نظرية الليبرالية الجديدة في ثلاث كلمات او في ثلاث جمل يعني نظرية الليبرالية الجديدة اللي احنا عادين بنكتب عليها كتب ومقالات طويلة ومش عارف ايه وشرح ان ازاي الازمة الراجل اللي موجودة دي دي مش ازمة العمال اللي ان المختلقة هو النظام هو الناس اللي بتدير النظام والعمال هي اللي بتدفع كمال عم كمال في يوم انا فاكر يومها في ثلاث جمل لا خاص للقصة كلها بعد كده يعني في كل الجوالات اللي احنا خدناها في سنة 2008 وقتا ما كنا بندور في المحافظات عشان خاطر نجمع توقعات ايام معرجة التأسيس اول نقابة مستقلة في تاريخ البلد من سنة 57 اللي هي نقابة موظفين الدرابة العقارية انا فاكر انها يعني انا مفروض نحن رايحين واحنا محاميين على صحفيين على ناس مخضرمين على 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 في الاخر لما كنا بنقعد في الغط مع موظفين الدرابة العقارية اقسم لكم بالله انا كنت بحس ان انا عايز ارمي كل اللي كان موجود في دماغي ده وابدأ اتعلم منهم تاني ومن اول وجديد الكلام ده ده مش تحقير من الاراية ده مش تحقير خالص من حتى همية النظرية السياسية احنا مش هبل احنا مش ناس نازلة بتجري في الشارع في الاخر وبتحرك بشكل عفوي من غير اي نوع من انواع التصور برضو لإيه اللي احنا عاوزينه في الاخر لكن اللي انا دايما بشجع الشباب عليه وده في كل كل كلامي حتى مع العمال اللي احنا عارتصال بيهم ما تفتكروش ابدا ان احنا بهوات ده احنا تلميذ عندكم احنا تلميذ احنا جايين فعلا بنتعلم منهم واعتقد ان انا خبرتي في الشغل العمالي او الشغل النقابي مش انا بس انا وكل الزمل اللي في الحركة الاشتراكية حتى الناس اللي تم وصفهم دلوقتي ان هم مخضرمين اعتقد ان خبرتنا قبل ديسمبر 2006 حاجة ماشي وبعد ديسمبر 2006 حاجة تانية خالص وان احنا كمان بقى نتكلم على قبل 25 نلاير 2011 دي حاجة واحنا دلوقتي يا جماعة في مرحلة جديدة خالص مرحلة جديدة عايزين نفهمها مش عايزين نتصرع في الحكم على الاشياء سواء بالاحباط او سواء بالفشل او بالهزيمة وكل الكلام الفارخ ده اللي انا فعلا مش عايز اسمعه خالص لانه هو مش حقيقي وما بيد المرحلة اللي اكان قبل كده احنا محتاجين نفهم ايه المرحلة اللي احنا فيها بعض الناس قاعدة بتتصرف كأننا احنا مش في صورة يعني بعض الناس فاكرة وطموحة بقى ضعيف جدا لدرجة اللي هو دي احنا نناضل مقابل ان انا يبقى عندي مش عارف نقابة واحدة في محافظة واحدة وابوس ايدي يوش في ظاهر لا 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 احنا دلوقتي عندنا حاجة يسمى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيدم اكتر من 200 نقابة بينظم اكتر من 2 مليون عامل ده مش معناه ان المعركة هنا منتهية بالنسبة لل 2 مليون عامل لان اي نقابة بعد تأسسها لازم بتخود معارك من اجل تجزير تواجدها من اجل خلق تواجد لها على الارض لان يعني ما مش ما ان احنا اسسنا نقابة وعلى ورقة وجمالة توقعاته وخدنا ومش عارفين وروحنا ان احنا هنعمل كده ان الطبع تحرك لازم عمل يومي على القصة دي لازم يبقى عندنا طموح انا موجود هنا في مركز دراسات الاشتراكية في المنصورة دي خطوة اصلا طموح احنا طول عمرنا الحركة الاشتراكية هو كان فيه مقر واحد بس في الجيزة دلوقتي احنا فتحنا مقر في البحيرة في كفر الدوار ودي منطقة المفروض انها تكون منطقة يعني قريبة من قلب كل ياساري وكل حد مهتم بالشؤون النقابية والشؤون العملية دي المدينة اللي خرجت لنا الخميس والبقري دي المدينة اللي كانت دايما انا بعتبرهم جنود الاحتياط لشركة غزل المحلة في اي معركة كانوا بيقوموا بيها وفي نفس الوقت اللي حيحصل هناك حيغير من وجهة نظري مجرى الصراع الطابقي في مليون حاجة تانية بتحصل في البلد دي وان شاء الله الاسبوع الجاي حيبعندنا افتتاح المقر بتاعنا في اسكندرية في 16 مارس لكن كل ده مش كفاية احنا احنا في صورة الصورة دي من وجهة نظر المتوضع حتوضت كم سنة مش هتنتهي على طول مفيش صورة يا جماعة في العالم بتخلص لا في 18 يوم ولا في 18 شهر يعني دحكوا علينا وقالونا اه الصورة انتصرت بعد 18 يوم على اساس ايه ان احنا كلنا ندهن لرصفة ماشي ونكتب نحبك يا ماصر ونرجع بقى فهم لوها البيت كأنه مفيش اي حاجة حصلت لكن لا مفيش صورة في العالم بتتحسم في 18 يوم ولا 18 شهر اي صورة في العالم بتاخد لها من 3 ل 4 ل 5 ل 6 سنين احنا بعدين كمان مصر كدولة استراتيجية في المنطقة دولة مش هتنفع ان القوة الاجنبية والقوة الاستعمارية انها تتخلى عنها بسهولة يعني انتوا ايه متخيلين مصر اكبر دولة عربية 85 مليون مواطن اكبر جيش في المنطقة اكبر طبق عاملة في المنطقة اكبر طبقة مصقفة موجودة في المنطقة البلد اللي فيها قناة السويس ان دولة زي دي تسقط من حجر الامريكان طبعا ده بالنسبة لهم رعب يعني انا اقسم لكم بالله الامريكان ما بينا موش للنهار بيفكروا ايه اللي حيحصل في مصر وقر طيب ده معناها ايه ده طبعا مش الامريكان بس احنا عندنا طبعا الخليج بيلعب هنا وبيدخ الفلوس عندنا كل القوة السياسية كمان الرجعية اللي موجودة جوه البلد التابعة للفلول والنظام القديم انتو طبعا قدرة مني اصلا هما بيعملوا ايه ومازالوا موجودين في مناصب حساسة ومناصب قيادية ومازالوا موجودين في ادارات الشركات نفس الادارات دي اللي خسرت الشركات ووصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها الادارات دي مازالت موجودة ولازم تطهيرها لازم تطهير المؤسسات اللي احنا موجودين فيها فبالتالي انا مش عايز احباط لسبب بسيط احنا قدامنا يا جماعة لسه كم سنة جايين كم سنة جايين ماشي وحب ابشاركوا السنوات دي مش دبقى بس سنوات انتصارات هيبقى فيها كمان هزايا ماشي ابشع كمان من اللي احنا شاهدناها في الشهور اللي فاتت دي في اوقات على فكرة يعني انا معرفش انتم تابعين الاخبار ولا لا بس وحنا بنتكلم دلوقتي لا توجد احتباطات اشغالة في التحرير عند الصفارة الامريكية لا لاب مداني التحرير وعند وزارة الدفاع وعند الصفارة الامريكية مإنما لدي شما معلومات على وزارة الدفاع بس ده لانا اليحقت ان انا اشوفوا على البابل قبل ما انا اخش المجموعة العاليش والبرتاجية بتاع توافيقه كاشها بالتعاون مع الجيش هما اللي دين في المنطقة تيها دين بيحدفتوا على الصور وفي احتباطات رايحة جاية بينهم دلوقتي لكن نفتكر النهاردة 9 مارس 9 مارس ده 9 مارس سنة اللي فاتت كانت واحدة من أول المزابح البشعة اللي قام بيها المجلس العسكري بعد سخوط المخلوعة أو بعد خلع حصني مبارك وافتكروا وعي الناس عيدها كان عامل ازاي يعني احنا كسوريين في فبراير ومارس لما كنا بنهتر ضد حكم العسكر كانت ناس تبسائلوا تضربنا كان ناس تيجي تقول لك ليه ماهما دول خلقوا المخلوع انت مش عارف ايه انت عايز تبوز الدنيا ماهما حسلموا السلطة وحيمشوا واواواوا الكلام ده كله كان فعلا ان المجلس العسكري ساعتها كان عنده رصيد ضخم كان عنده رصيد ضخم يعمل لو هو عاوزه لدرجة ان زميلاتنا لما تم الكشف على عزريتهم وانتهات عرضهم في المكعف المصري في اليوم ده وطلعوا بعد كده وبدأوا يتكلموا والناس كان كلهم كانت دباغهم ووصلت كمان الدرجة لحالة من الهزيان والعبس لدرجة ان الناس بتقولك ما يمكن دول امن دولة بس لابسين جيش يعني الناس ما كانتش قادرة تصدق ان المجلس العسكري والجيش ممكن يعمل اي حاجة لدرجة ان هو قيب يقولك طيب هما هما اكيد دول امن دولة ولابسين جيش لا 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 مصحيل الجيش يعمل حاجة ده بالشكل ده لكن المسبحة حصلت وتابعها مذابح تانية زي ما انتم عارفين وتسعة مارس دي ما كانتش لأول والآخر مسبحة بس نفتكر الناس كان بتقول ايه ايامها يعني غير الناس اللي كان بتكدبنا كانت لتربع الثورين قاعدين بيولولوا وبيعيطوا ومنهارين واحنا مش عارف ايه والثورة راحت والثورة تسرقت كل واحد منكم في القطين دول كده يفتكر يا جماعة سمع مصطلح الثورة تسرقت ديه كم مرة ماشي السنة اللي فات يعني انا سمعتها الواحد بسماء اللي يقولون severity بيقول ان في الخمسين موقف انا سمعت ان النصورة تساريت وصورة نهارت واحنا خلاص راحتنا به سي المستدائم وآيه و٨ي يوم الجماهير دايما بتفجأك مبادرات الشعب دايما بيفجأك مبادرات خلي دايما راهانك على الشعب راهانك ما يبقاش على اي قوة سياسية ولا على أفراد ولا على أشخاص راهانك على الشعب وراهانك على القوة السياسية اللي وقفة مع الشعب أي قوة سياسية حتى تاجر بمطالب الصورة تعتبر قوة خاينة بالنسباني أنا مش هستنى مئة سنة تانين ماشي عشان خطر الصورة تانية تحصل تصلح لها الأوضاع اللي احنا فيها احنا آخر صورة شاهدناها كانت سنة 19 بعد كده كان في انتفاضة 77 كانت بوادر لصورة كان ممكن تتحول لصورة وطبعا تعرضت لنفس حاملة تشويه اللي احنا بنتعرض لها لها النهاردة وده انتفاضة حرامية ديو شوية بلطاجية دول مش عارب ايه و ايه و ايه نفس الكلام نسمعه النهاردة هو هو حتى طلع جرائد الأهرام والأخبار في يمار 77 وطلح النهاردة والله العظيم ما احتعرفه الفرق فهما بين الاتنين فأهم حاجة ان احنا نعرف ونبقى فهانين كويس ان اولا ماشي احنا مش مستعجلين احنا لسه قدامنا شوية وقت شوية براح لكن في نفس الوقت احنا برضو مستعجلين كل يوم احنا مش منظمين فيه فيه شهداء بيسقطوا كل العنف اللي احنا شاهدناه من المجلس العسكري في اخر سنة ده كان ممكن العنف ده يتم تقليله 99% ونخلص ونحل المشكلة كلها والصارة تنتصر لو كانت الجماهير منظمة لو كان الـ 25 مليون عامل بأجر في مصر هنا الـ 25 مليون عامل الموجودين هنا في مصر لو كانوا كلهم متنظمين في النقابات واحزاب ثورية فده كان معناه ايه؟ معناه ان انا قدر اقولك ايه اللي حيحصل بكرة ده معناه ان احنا لما نقول فيه اضراب عامي يوم 11 فبراير حيحصل الاضراب العامي يوم 11 فبراير وده الفرق بيننا وبين تونس تونس لما يقولك مصر مش تونس هم معاهم حق هو فيه فرق واحد بس ان تونس كان فيها حاجة اسمها الاتحاد التونسي للشغل كان اتحاد نقابات بذلك كان موجود عندنا هنا في مصر تحسين مجاور ده لكن قمة الهرم بس هي اللي كانت مستقطبة من النظام وكان مسيطر عليها لكن جسم الهرم كان جسم صحيح كان جسم نقابي بحقه حقيقي كان مكون من مناضلين كانوا مناضلين بيشتبكوا في معارك على الارض بيكونوا نقابات وبيخدوا في اضرابات واعتصامات فده كان معناها ان اول ما الثورة تحصل ويبقى فيه ضغط عنيف على قيادات الاتحاد ان خدوا دلوقتي او طلعوا الامر بالاضراب العام انهم اول ما طلعوا الامر بالاضراب العام حصل الاضراب العام ماشي لان انت عارف على الورقة والقلم انت عندك في المدينة كذا عندك الفين عامل دول تابعك مش السبعة تلاف مدرس هنا خمس تلاف مش عارف ايه هنا ست تلاف ايه هنا عنوانا ولا انا تدوب تليفون بتدي اوامر الناس دي بتطلع هنا في مصر الوضع مختلف يعني انا يعني حاجة برضو من العبس اللي انا قاعد بسمعه كان في اخر اسبوعين دول الناس كانت قادر بتتكلم حوالي ان العمال باعوا الصورة ما هم ما ضموش للعسيون المدني في 11 فبراير انا كان ردي عليهم اقول العمال دول مش شغالين عندك اولا يعني ده رقم واحد رقم اثنين العمال دول مش حياملوا اضراب لما يسمعوا عنهم الفيسبوك مش حياملوا اضراب عام ويعرضوا حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر واكل عيشهم يعرضوا للخطر عشان خطرهم ما سمعوا عن فيسبوك جروب موجودة ولا حد على تويتر نزل تدوينة مش عارب بيقولك يلا اضربوا القصة مش كده خالص واحنا قبل 11 فبراير كاشتراكين سورين احنا كلنا عارفين ان الاضراب العام مش هينجح 11 فبراير الا في الجماعات ليه اشمعنا في الجماعات مش على اساس ان الطلبة متعلمين اكتر من العمال وكل الخرافات اللي احنا عاديين بنسمعها دي على اساس ان فيه تنظيمات على الارض اسمها اتحدات طلبة مستقلة اللي بدأت انشئة بعد الثورة اللي هو الحكومة مش مسيطرة عليها ولا المظام مسيطر عليها والاتحدات المستقلة دي تمنت الدعوة للاضراب مدام فيه تنظيمات موجودة على الارض مدام فيه كيانات موجودة على الارض يبقى تعرف ان انت اللي هتقول عليه بكرة هو ده اللي هيحصل فيه فرح من ان انا اكون مثلا طالب في جامعة القاهرة اللي فيها من 150 ل 180 الف طالب ماشي وحط انا لوحدي دعوة عن فيسبوك يا جماعة نعمل اضراب بكرة ماشي وابقى راحي بعد كده الجامعة بقى مستني حاله هيحصل الاضراب العام ولا مش حصل الاضراب العام هو ما بين ان انا ابقى جزء من اتحاد طلبة او جزء من النقابة جزء من تنظيم جزء من اسرة ليها جزور في كل الكليات وعمل الدعوة دي للاضراب العام ساعتها انا ابقى عارف الاضراب العام في الجامعة بتاعتها هيحصل ليه؟ ما هو كل حاجة موجودة على الورق احنا محتاجين الكيان ده ينغرس في الوسط العمالي زي ما احنا عندنا اتحادات طلبة مستقلة في صفوف الطلبة احنا محتاجين نقابات مستقلة في كل مصطع وفي كل منشأة وفي كل مصطع حكومية في مصر النقابات دي لاغن عنها وتاريخيا لما نبدأ نشوف اليسار المصبي من 1899 لحد النهاردة المعركة الاساسية عنده دايما كانت تنظيم العمال في النقابات دي رقم واحد بس نفتكر حاجة تانية برضو سريعة ان النقابات بالرغم من اخلاصها ونضلياتها الشديدة النقابات شغلتها انها تحسن شروط الاستغلال في المجتمع الرقسماني مش انها تطيح بالاستغلال يعني انت لو بيتم استغلالك يا عم كمال مقابل مثلا بدل غزة وصل كم دلوقتي عنده 210 210 بعد اخر اضراب بدل ما انا بيتم استغلالي ب190 جنيه بدل غزة هقلل الاستغلالي شوية وهخليه 220 جنيه ماشي عبال بدل الغزة التالي بدل ما انا كنت باخد 200 جنيه في الشهر ماشي وبيتم استغلالي والرأسمالي بيعمل مني 1000 جنيه انا هناضل وحكون نقابة مقابل تحسين ظروف الاستغلال الموجودة ان انا بدل ما بيتم استغلالي 200 جنيه هيتم استغلالي مقابل 500 جنيه في الاخر دي معارك مهمة والناس اللي هي يقولك انا ما خشش الا بس هي المعارك السياسية المعارك النقابية والناس اللي بتطلع تخيني على 2 جنيه دي اما ليش فيها ده غباء ده غباء ما هو الوعي السياسي بتاع الناس ما بينطش كده ما بين يوم وليلة الناس منتصحاش منهم فجأة تبقوا ثوريين انا افتكر كويس مثلا برضو يا زملة كان فيه ناس كان بتيجي للاشتراكين الثوريين قبل الثورة ايام بقى ما كان العمال محوطين البرلمان باعتصامات اللي هو كانوا ساموها هايت بارك المصرية حديقة هايت بارك المصرية وكانوا بيقولهم العمال قاعدين بيرفعوا صور مبارك وبينشدوا وبيستغيسوا ومش عارف بعيش عبدالهادي وإيه 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 انتم بتكلموا فيه اصلا مش هي دي القواة السورية اللي ممكن تغير المجتمع وإحنا كان ردنا عليهم ماشي اصبروا اصبروا خلوهم يكسبوا المعارك الجزئية دي حيث شجعهم هم يكسبوا المعارك الكبيرة في الآخر والمثال الرائع اللي أنا دايما بضرب به المثل هو عندنا مثلا مصنع طنطاليك التام ماشي ده مصنع كان من قلاع الصراع المصرية من قلاع الصراع المصرية لا يختلف عن غزل المحلة وكفر الدوار وغزل جبين وكل القلاع التانية دي المصنع ده تم خسخصته من حوالي خمس ست سنين لمستثمر سعودي المستثمر السعودي ده اللي هو عبدالله الكحكي يقرر تخريبه وتحويله إلى خردة عشان خطر يبيعوا عقار في الآخر هيبيعوا عقار ده نفس اللعبة تاعت الخسخصة في كل مصنع الدلتا انتوا زي ما انتوا عارفين تقعوا الأراضي في الدلتا غاليا أغلى حتى من قاهرة انك انت انت تجيب عقار وعلى الفدادين الضخمة دي تعت شركات القطاع العام دي حاجة صعبة جدا العمان بدأوا سلسلة من الإضرابات عشان خطر المفصولين وعشان خطر هما مش عايزين الراجل السعودي ده يقفلهم من المصنع بتاعهم وفي الأول أنا فاكر كانوا بيرفعوا استغاسات لعيشة عبدالهادي وحسين ميجاور واليوفط محطوطة كده لسعيد الجهري والكلام بالواحد ببراح المصنع عشان يتضامن بس في الواحد يشوف اليوفط دي ببقى خلاص هيتجنم يعني بس تضامن وخذوا المعركة طبعا لا حسين ميجاور ولا عيشة عبدالهادي عبروهم ولا قالولهم اي حاجة ولا حتى رفعوا سلمها التليفون كلموهم بعدها بشهرين ماشي نفس العمال دول متصورين والصور موجودة عند المدونة عندي بيدوسوا على اليوفط لي بتاعت عيشة عبدالهادي وحسين ميجاور بعدها بصدقت بشهرين كانوا في حسين حجازي عندنا في مجلس الوزراء في القاهرة معتصمين هناك وماشي تابقوا مع الأمن المركزي وكلام دول بعدها يا جماعة بشهرين كانوا معنا في التحرير وماشي تابقوا مع المهاردة دي كانت من أول الشركات اللي تم استعدتها وعادة تقميمها الحب ان الفكرة ان احنا نتكلم حاولين حتى فكرة كلمة تقميم دي دي كانت كلمة منقر يعني في كل الاخر عشرين سنة دي في التسانيات وما بعد الالفين كمان الكلمة تقميم دي كانت منقرة بالنسبة للنظام السياسي المصر التقميم ايه مش عارف ايه واسطنات وكلام ده كله حصل طيب دلوقتي كلمة تقميم دي دي بقت ليه على لسان كل العمال التقميم اللي احنا عاوزينه تقميم في الاخر مش يبقى تقميم لصالح البيروكتراطية المصرية ولا تقميم يعني فيه لسي يقولك ما هنقممها ما تحديها للعسكر لا 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 احنا هنقممها بس حاربني دولة جديدة حاربني دولة العمال حاربني دولة المتهضين احنا عاوزين تقميم المصانع بس احنا عاوزين في نفس الوقت العمال هم اللي يديروا المصانع دي ذاتيا ماشي يعني انا متأكد ان عم كمال الفيومي وزملاته مش محتاجين خبير ارتواز يجي لهم من قاهرة لحد هناك ماشي ويجي يقولهم انتوا هتديروا المصنع ازاي انت اضرا بالمصنع بتاعك انت اضرا وانت كمان بتديروا اصلا انت اللي بتنتي من الاخر في كل السنوات اللي فاتت دي في المهم بنرجع تاني وانا حب اختم بالنقطة دي عشان خطر ما اطولش عليكم انتم هنا مجموعة يسارية نقبية ناس فعلا مجموعة من المناطلين المخلصين في الدهلية في زيكم في المحافظات التانية ناس منهم انتوا تعرفوهم بس الغالبية العظمة من الناس انتوا ما تعرفوهمش الفكرة ان احنا لو فضلنا معزولين عن بعض بالشكل ده الصورة احتفشل ماشي الصورة احتفشل لو السورين معرفوش فعلا يبنوا حركة وتنظيم قوي يقدر يربط ما بين مواقع المضالة المختلفة اللي موجودة هنا الاشتراكيين لما بيحاولوا يبنوا حركة او بيستهدفوا بون حزب في المستقبل هدفنا هو حاجة واحدة بس لو انتوا عندوكم مصنع بينفاجر بالاضرابات هنا وغزل محل ملعب الاضرابات وكافة الدوار ملعب الاضرابات وفي التحرير فيه اشتباكات دلوقتي وده بيحصل مش عارف ايه بسكندرية وده ايه في اسوان وده ايه في السيوت محتاجين شبكة يا جماعة تربط الكلام ده كله مع بعض ماشي الشبكة دي فبحيس يبقى عم كمال الفايومي لو حيامل اضراب في غزل المحلة زملاته في كفر الدوار يضربوا تضامنا معا ماشي ايه يعني كده بالتالي انت بتشكل قوة ضغط حقيقية يعني الاضارة يبقى احنا نزلين التحرير في مليونية عندنا مطالب سياسية معينة في نفس الوقت عمال النقل العام بيعملوا اضراب تضامنا مع مطالب المعتصمين مثلا في التحرير كل ده في سكة الضغط على المجلس العسكري هل المجلس العسكري هيقعد في الحكم ولا هيمشي انا مؤمن 200% يا جماعة ان اللواءات اللي موجودين حالية لهم يشير عاوزين يمشوا عاوزين يمشوا على فكرة كمان امبارح قبل النهاردة ماشي مش هولك حتى بكرة بسمية الفكرة ما هو يمشوا ما هو يمشوا ازاي يعني ما هم حيمشوا وحيرجعوا سكناتهم للوضع القديم الوضع القديم اللي هم مسيطارين فيه على 40% من اقتصاد البلد اللي بينتجوا فيه كل حاجة من مسيطارين عليها من مصانع المكرورة والعلف لحد السواريخ يبضلوا محافظين على المليار و 3 من 10 اللي بتجريهم من امريكا كل سنة وفي المقابل ده بينفزوا السياسة الخارجية الامريكية يرجعوا سكناتهم ومحافظين على نفس النظام اللي بتحكمه في الاخر مجموعة من العائلات كلهم مرتبطين ببعض في الاخر يعني لما يقول لك مصر دي وساية هي فعلا وساية يعني حتى على الفيسبوك كان فيه خريطة كده الناس كانت قاعدة بتشيرها وبتتدولها كده حوالين ازاي العائلة او النخمة المصرية كلها متصلة ببعض مين متجاوز مين مين متجاوز مين مين يعني طالها الحمد لله كلهم في الاخر على نفس السرير الحمد لله هي عائلة واحدة اللي بتتكلم فيها في الاخر ماشي فأنا دي يعني للأسف دي يعني أول زيارة ليه لدي أهلية من 3 سنين أنا مجيتش هنا بقالي 3 سنين يعني كنت باجي هنا بصورة أكتر انتظاما في 2007 وقت اعتصام المنصورة اسبانيا واللي هو المشكلة ما انتهتش أنا عارف انها مستمرة لحد النهاردة بس السنة بتاعت 2007 دي كانت من أكتر السنوات اللي انا اشتبكت فيها مع المصنع بتاع منصورة اسبانيا 2008 كنت باردو باجي هنا يعني بطريقة أكتر انتظاما عشان خطر المعركة بتاعت نقابة الدرايب العقارية واللي أوعدكو فيه ان ان شاء الله ان انا وكتير من الزملة من قاهرة ان احنا هتبقى رجلين هتاخد على المكان أكيد بسبب حصن الرياضاتكم وبسبب ان الدئاهلية فعلا في قلب كل ياساري الدئاهلية ليها مكانة مميزة الدئاهلية معقل اليسار معقل اليسار من نشأته من أول حزب الاشتراكي المصري الأول اللي هو نتكلم في سنة 19 لحد النهاردة انا معظم الناس اللي انا تتلمست على قديلهم في حركة الشراكين السورين كانوا برضو من الدئاهلية وكانوا منصورة ومين غمر ومن المحافظة دي لكن فعلا فعلا نجحكم هنا في الدئاهلية حيبقى مرتبط بنجاح زملائكم في المحلة حيبقى مرتبط بنجاح زملائكم في أسوال حيبقى مرتبط بنجاح زملائكم في الإسكندرية فلوم بدأناش ان احنا نشبك التشبكات دي يبقى الصورة في خطر لكن انا متفاقل وأشكركم جداً جداً مرة تانية على صدافتي وعظراً أن أنا طولت عليكم في كلام